إذن مشاهدين الكرام حول تنصيب جو بادن لرئاسة الولايات الأمريكية نرحب بضيفنا من هولندا عبر سكايب الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي أهلا بك معنا الدكتور عبدالباقي يعني اليوم هو اليوم الأول لدخول جو بادن إلى البيت الأبيض ما الذي سيتغير؟ طيب حتى يكون جاهزا معنا الدكتور عبدالباقي طيب عدى إلينا الدكتور الدكتور هل تسمعني الآن؟ نعم بوضوح حياكم الله دكتور عبدالباقي شمسان اليوم هو اليوم الأول لدخول جو بايدن إلى البيت الأبيض ما الذي سيتغير في عهده؟ بالنسبة للتحولات ينبغي أن لا يكون التفاؤل مرتفع لأن دولان ترامب أحدث تغيرات خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ما يتعلق بالملف الإيراني يعني وضع كثير من عراقيل وكما تعلم أن السياسة الأمريكية هناك مؤسسات راسخة وهناك لوبي صهيوني مؤثر في صناعة القرار ولهذا ستلاحظ أن مثلا على سبيل المثال تصريح وزير الخارجية بأن بقاء السفارة الأمريكية في القدس سيستمر وطبعا لا يستطيع أي سياسي في أولادة المتحدة الأمريكية أن يخالف تلك التوجهات والمكتسبات الرجل دولان ترامب عمل كثير من الهدايا إلى الحلفاء منها إسرائيل ومنها الإمارات ومنها السعودية أدخل كثير من هذه القرارات التي أنسى حبابنا السلطة فإنه لا يمكن لنا أن ترامب الرئيس الأمريكي بايدن تحدث عن دولتين تحدث إلى أخر لكن وضع له إعاقة بحيث أنه من الصعوبة بما كان أن يتحدث عن إلغاء أو نقل السلطة السفارة الأمريكية من القدس بالنسبة لليمن وتصنيف الحوثيين هو صنف الحوثيين للتخفيف ليس بالحوثيين جماعة إرهابية بامتياز وكان بالأحرى به أن يتم تصنيفهم منذ فترة طويلة لكن لأسباب أيضا استراتيجية أجل ذلك وبالتالي هنا خفف الضغط على السعودية من حيث أنها تواقه جماعة إرهابية خفف الضغط من حيث أنه سيكون أي تفاوضات للسلطة الأمريكية القادمة سيكون الحوثيين جزم من هذه التفاوض لكن أعتقد أن الأمور في منطقتنا دكتور سناتي إلى منطقة الشرق الأوسط لكن اليوم مع غياب وذهاب وخروج دونالد ترامب من البيت الأبيض ما الذي سيغيب مع دونالد ترامب وسيبقى حاضراً معه في زمن جو بايدن؟ أولاً هناك ملف كبير جداً في بلاد المتحدة الأمريكية ربما يأخذ الأولوية من السياسات الخارجية هو بالتوازي الملفين بنفس الثقل ملف كوفيد-19 هذا ملف كبير جداً وضحايا في بلاد المتحدة الأمريكية بـ 400 ألف وهناك الملف الاقتصادي وكيفية إنعاش ودعم الأسر والمؤسسات الصغيرة وهذا مشروع سيمتص كثير وهناك جهود كبيرة جداً يبدلها حتى يحاءوا هناك أيضاً موضوع إعابة اللحمة وتوحيد الهوية الأمريكية وتخفيف الانقسام هذه مسائل سيستنزف فيها بايدن كيفية توحيد التوجهات الأمريكية والمجتمع الأمريكي وعدم الانقسام هذا الذي أحدثه ترامب وبالتالي هذا يحتاج وقت وسيرهق إدارة ترامب إدارة بايدن كما أن دعم الاقتصادي لإحداث نوع من العاش الاقتصادي ودعم آثار ونعكاسات كوفيد-19 هذا في غاية الأهمية ثم أيضاً كيفية تخفيف للعكاسات المباشرة هذا عنصر يوازهه تماماً إعادة الحلفاء وإعادة الاستراتيجية الأمريكية بالحفاظ على الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط بالإمتحاد الأوروبي في كل العالم لذلك الملف الأمريكي الكثير نسيعتقد أنه بلحظة أو بيمضاء سيتم التحول ليس المسألة بهذه السؤولة ولكن هناك مجموعة من التوقيعات على سبيل المثال تلك الدول التي تم حضر دخولها القدار الفاصل بين المكسيك هذه هي قرارات تنفيذية قرارات مهمة تم ألغاها من قبل جو بايدن 17 قراراً وأهمها كما ذكرت دكتور عبد الباقي وهو ألغاء إشكالي حضر السفر تقريباً من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة هذا مهم جداً للدول لكن دكتور بالنسبة لتوحيد الهوية الأمريكية اليوم شاهدنا قبل أسابيع اقتحام للكونغرس الأمريكي وهناك انقسام حاصل في المجتمع الأمريكي وأنتم أستاذ في علم الاجتماع السياسي كيف يمكن توحيد الهوية من جديد؟ المسألة ليس بهذه السهولة لأنه كما تعلم المجتمع الأمريكي تتحكم فيه الصناعة ما يسمى هناك وسائل أعلام وسائل وصايت وهناك جماعات اللوبي المؤثرة في تشكيل الرأي العام الأمريكي هناك استفادة هناك المجتمع الأمريكي والغالبية العظمى غير النخب لا يدركون كثير ما يحدث من منطقة الشرق الأوسط هناك تضليل للرأي العام حول كثير من القضايا وحول سياسة الأمريكية خارج الجغرافية الأمريكية ستلاحظ أن تم هناك دخول لمبنى الكابيتول وكان هناك انتهاك لمبنى الكابيتول والدنيا قلبت راسا على عقب ولكن هناك أحداث أكبر بكثير مما يحدث من اختراق مبنى الكابيتول لا يعلمونها وبالتالي المجتمع الأمريكي هناك جماعات ولوبيات ومؤسسات إعلامية تشكل رأي عام وتضلل في الرأي العام وبالتالي الآن هناك مشكلة المشكلة هناك الآن يمين متطرف شعبوي بدأ يظهر هناك انقسام داخل الحزب الجمهوري وهذا ما يسمى بأن استغل ترامب يعني عدم اهتمام الجماهير الأمريكية بأشأن السياسي الخارجي واهتمامهم فقط بما هو اقتصادي ولعب دورا في إيجاد هذا الانقسام ثم أنه ربط السياسة الأمريكية بشخصه وبتحالفاته لكن دون أن يخرج عن الاستراتيجية الأمريكية لأن الذي يعتقد أن ترامب كان شخصا متوترا وارديا خاطئ ما أحدثه ترامب كان استراتيجيا هو أن يثبت أن يقول لإسرائيل وللمنطقة يقول للسعودية والإمارات أنه أنا أحميكم يقول لأوروبا أنتم من غير ضعاف يشجع على بريطانيا أن تكون دولة بديلة يضعف التحالفات كان عملا استراتيجيا الآن بايدن يريد له توجه مختلف هذا التوجه المختلف يتمثل في إعابة الحلفاء العودة إلى المؤسسة الراسخة ثبات القرار لأن ترامب يتغير بين لحظة وأخرى وهذا كان مهم أيضا في إرباك المشهد العالمي وهنا في ثبات القرار بالنسبة لجو بايدن دكتور إذا سمحت لي في ثبات القرار بالنسبة لجو بايدن إذا ما دخلنا إلى الأمور والتحديات الخارجية لجو بايدن وإذا ما ذكرنا على سبيل المثال اليمن وأنتم من اليمن يعني هناك قرار مهم كان بالنسبة لدارة دونالد ترامب وهو موضوع الحوثيين وتصنيفهم كجماعة إرهابية اليوم مع دارة جو بايدن كيف سيكون المشهد في اليمن وأيضا في الشرق الأوسط؟ القرار نصفه خدمة لبايدن ونصفه غير خدمة خدمة بايدن بمعنى أن بايدن إذا أراد التفاوم مع الإيران في إطار أي تسوية فأن رفع تصنيف الحوثيين جزء من الصفقة الشاملة بمعنى أنه سيرفع تصنيف الحوثيين والحزب الله وكثير والحرس الثوري الإيراني وبالتالي هذا سيخدم بايدن في المفاوضات كلام مهم لكن إذا سمحتك دبتور أيضا النصف الآخر لو سمحت أكمل النصف الآخر تمثل بأنه كيف تخفيف الضغط على المملكة العربية السعودية بحق منها حليف والإمارات باعتبار أن هناك جماعة إرهابية يمكن استهدافها كما أنه يخفف الثقل أو تبعات استهداف الحوثيين وهذه خدمة أيضا للمملكة العربية السعودية وللحلفاء يعني أنه قدم خدمة قبل رحيله إذن المهم بالنسبة لي كيف يمكن الاستفادة لأن بايدن لن يستطيع أن يرفع تصنيف الحوثيين بشكل سريع كيف يمكن أتمنى أتمنى ألا يكون الاستفادة من هذا القرار بتحسين الموقف التفاوضي للسعودية ودول التحالف والسلطة الشرعية أتمنى أن يتم استفادة من هذا القرار بسرعة إنهاء الانقلاب وليس بالاستفادة منه نعم دكتور أبد الباقي كان السؤال يتعلق يعني إذا سمحت لي هنا سريعا يعني في هذه الجزئية تتحدثون بأن قرار يعني وصف أو جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية هو خدمة لجو بايدن كيف ذلك وإدارة ترامب هي من عملت على هذا هل يعني هناك بالفعل الإدارة أو يمكن نسميها الإدارة العميقة من فعلت ذلك وليس تدارة ترامب كي نفهم هذه الجزئية فقط لا 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 أنا وضح للفكرة بس بيوضحها بأكل بصدق قزي أنه توضيح يعني تصنيف الحوثيين هو صحيح أنه يعني قدم خدمة لتحالفه ولعلاقاته المباشرة مع السعودية والإمارات بحيث أنه خفف الضغط عليها وجعل لها ممكن استهداف هذه الجماعة بإتبارها جماعة إرهابية هذا جانب مهم بس أيضا هذا الجانب أيضا نصفه الآخر يمكن أن يستفيد منه بايدن بمعنى أنه القرار صحيح يخدم السعودية يخدم السلطة الشرعية يخدم الإمارات بحيث أنه عندما استهدفوا هذه الجماعة هم يستهدفوا جماعة إرهابية وبالفعل التصنيف الحوثيين وفقا للمعايير القانونية لولايات المتحدة الأمريكية أين يستفيد منها بايدن؟ أقصد أنه هو الهدف كان خدمة الحلفاء وخدمة السعودية والإمارات في هذا وكان يعتقد ترامب أنه يضع عراقيل أمام الحل مع إيران كان يعتقد ذلك لكن بينما يمكن لبايدن أن يدخل حرس التوري الإيراني وحزب الله والحوثيين في التفاوض مع إيران يمكن الاستفادة أيضا سنرفع هذا التصنيف سنرفع تصنيف حزب الله مقابل التوقيع على التفاقية النووية إذن المسألة هنا لأن الرواية الدكتور كانت بالعكس بأن ترامب كان يسعى إلى عرقلة جو بايدن نعم تفضل لكن كان يسعى إلى عرقلة ويسعى إلى خدمة السعودية والإمارات نحن الآن هذا القرار له جوانب ممكن توظيفها بالطرق الغداء الذي نحن نخشى كإمانيين لا نستفيد من هذا القرار الاستفادة ليس في تخفيف الضغط الحقوقي والإنساني وتخفيف الضغط على السعودية والإمارات ولا الاستفادة في أن نستفيد في هذا التصنيف لتفاوض للضغط على الحواثيين للتوصل إلى تؤفقات الاستفادة تتمثل في أن لا نستفيد أن هناك وقت يحتاج بايدن الآن وقت لأنه مشغول بملفات داخلية المجتمع الأمريكي منقسم صحيح وهذا خطورة هناك تبعات هناك أيضا خطر 400 ألف من الضحايا لكوفيد نانتين هناك أيضا تقريبا يحتاج إلى مبالغ مهولة دكتور التحديات لجوبال كثيرة كما تذكر الآن داخلية وخارجية يعني عندنا ما تتحدث عن أزمة كوفيد 19 وأيضا أزمات داخلية والانقسام الحاصل في المجتمع الأمريكي كم سيتبقى أيضا للمسألة الخارجية يعني إذا ما تحدثنا عن اليمن يمكن أن نتحدث عن الكيان الإسرائيلي والعلاقة بين الكيان وفلسطين هذه المسألة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي كيف يمكن أن يوازن جو بايدن في ذلك؟ الرئيس ترامب جعل هذه الملفات صحيح أنه سيقوم بتوقيع المناخ سيعين نائب وزير الخارجية الأمريكي أحد الشخصيات أو إحدى الشخصيات التي ساهمت في الاتفاقية النووية وزير الخارجية يصرح بأن لا يمكن يعني أن السفارة الأمريكية بالقدس لكن سيحتاج إلى وقت لأن هناك معوقات موضوعية ليس بالسهولة يتم إلغاء قرار الحوثيين كثير من القضايا تحتاج إلى ستة أشهر أربعة أشهر يمكن سنة هنا تأتي الاستفادة هل يمكن للمملكة العربية السعودية وللسلطة الشرعية أن تستفيد من هذه المسافة لتحقيق مكاسب أم أنها ستنتظر هذه الفترة حتى يتم العودة إلى ملف التفاوض مع إيران في إطار معالجة المسألة الإقليمية فقط أن تصنيف الحوثيين لتحقيق الموقف التفاوضي وأيضا أريد أن أختم معك بتغريدة لسيد جابر الحرمي دكتور عبد الباقي شمسان تغريدة صراحة مهمة بالنسبة للمسألة القسم الأمريكي هنا يقول سيد جابر الحرمي تخيل لو أن حاكما في دولة عربية إسلامية بدأ حكمه بصلاة الركعتين في مسجد ثم تتلى آيات القرآن الكريم ماذا يمكن أن يقال عن هذا الحاكم إسلامي متشدد متطرف رئيس أقوى دولة في العالم يفعل هذا لكن في الكنيسة والجميع يصفق هنا كما يقول سيد جابر عظمة وهناك تهمة ما قولك سيد دكتور عبد الباقي لا أنا أتفق مع ما وضعه طبعا نظرا لماذا نظرا لهيمنة ولصناعة لأنه اللوبي الإسرائيلي واليمين المسيحي المتطرف قد صنع يعني حاول أن يماثل بين الإرهاب والإسلام وبالتالي هم اشتغلوا من 2011 على عندما تقول إرهاب يعني إسلام عندما تم عملية من عمليات التفقير أو الاستهداف يستحضر لديك مباشرة الإسلام عندما يتم أي فعل وطني فلسطيني باتجاه الاتلال الإسرائيلي يصبح إرهابا نحن المقصرين في كيفية تقديم ذاتنا وأصبح كيف يمكن لنا لو سمحت كيف يمكن لنا أن نعيد صورتنا وأن نحدد مفهوم الإرهاب وهو ذلك يحتاج إلى حلقات حتى تضح الرؤية بالفعل يعني هي موضوع مهم جدا أشكر جزيلا شكر الدكتور عبدالباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي كنت مانع عبر سكايب من هولندا شكرا لكم دكتور شكرا والشكر مصول لكم على حسن المتابعة دمتم بإمان الله شكرا شكرا